الكلمة الحقيقة هي يعني من الخطورة بمكان لذلك واجب على الإنسان أن يدقق في كل لفظة يتقول بها والقرآن الكريم ضرب لنا مثالا للكلمة الطيبة وللكلمة الخبيثة قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ما مثل هذه الكلمة كمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هكذا مثل الكلمة الطيبة كلمة إذا أنت تقولت بها بمعروف بحسن نية بحسن إطلالة هذه الكلمة حتما ولابد ستؤتي أكلها كل حين كل ما يتذكر الذي قيلت في حقه هذه الكلمة الطيبة دائما يفرح ويستبشر ويصر ويكون أثر هذه الكلمة الطيبة مستقر ومستمر في وجدانه ربما إلى أن يموت يقول فلان قال في حقي كلمة كذا أذكر أن فلان دافع عني بكلمة حق في موقف كذا وقال كذا هذه الكلمة الطيبة دائما تؤتي أكلها بكل خير تؤتي ثمارها بكل خير وهي ثابتة نعم لا تتغير ولا تتحرك شأن صاحب الكلام الطيب هو لا يلقى هذا بوجه وذاك بوجه وإنما هو دائما ثابت عنده مبدأ كلام طيب هو صاحب خلق طيب على كل حال لا يتغير ولا يتبدل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هذا هو شأن الكلمة الخبيثة إذا خرجت ربما تودي بهلاك بلاد أو عباد أو تدمر أسر ربما توقع الناس في بغضاء وشحناء نعم هذه الكلمة الخبيثة إذا خرجت ليس لها قرار لا تستطيع أن تعيدها مرة أخرى إلى فمك لذلك صدق من قال لسانك حصانك لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت هانك كلمة إذا خرجت ما تقدرش ترجعها تاني بس هذه الكلمة ربما تودي بفتنة ربما تكون هي إشاعة أو نشر لإشاعة باطلة كاذبة ليس لها أساس من الصحة أصلا ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يرشدنا إلى أننا إذا أردنا الكلام ندقق فيما نقول إن كان خيرا وإلا سكتنا فالسكوت أفضل قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا الله أكبر فليقل خيرا اجعل كل كلامك خير طيب صالح نافع لا تخرج السيئة من فمك لا تخرج البغضاء ولا الغيبة ولا النميمة ولا الكذب لا تتبع عورات الناس يا أخي على الأقل لا تتبع عورات الناس لا تهمز الناس لا تلمز الناس ويل ويل لكل همزة اللومزة الذي يهمز هذا ويلمز زاك يقول الصحابي الجليل يقول لأحد أصدقائه من الصحابة يا ابن السوداء كلمة ربما أظنها بسيطة ربما تكون من قبيل المزاح يا ابن السوداء فماذا قال له صلى الله عليه وسلم قال له إنك مرء فيك جاهلية يا الله وكأنني إذا لم أدقق في كلامي إذا لم أحجم لساني إذا لم أجعل كنترول على كلامي وألفاظي ومصطلحاتي حتى أثناء الهزار والضحك والمزاح هذا من الجهل قال له إنك مرء فيك جاهلية ما دمت أنك لا تستطيع أن تسيطر على نفسك وأن تسيطر على ألفاظك ومصطلحاتك هذا من قبيل الجهل لذلك سيدن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يرشدنا إلى طريق الخير والنجاة يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يخبر في القرآن الكريم بأن كل الكلام لا خير فيه يا الله إلا أمور معينة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يحط جيزة قيمة قيمة عظيمة لمن لمن حفظ لسانه وكلامه وإلا ألولي بالله عليكم ربما يخرب البيت بكلمة الزواج كلمة زوجت قبلت بقت حلالك الطلاق كلمة انت طالق عند المأزون شكرا بقت محرمة عليك التوحيد كلمة الكفر كلمة بعض الناس ربما يعني يفهم أن الكلام مجرد هواء يخرج من الفن بيسلي نفسه زي ما أستاذنا ما قال مش تسليه الثرثار هذا ده مشكلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن أبعد الناس منه مجلسا يوم القيامة وبالتالي من الجنة الثرثارون والمتشدقون كثير الكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حط جيزة عظيمة جدا للي يضمن لسانه للي يحافظ على كلامه قال صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ضمان من يضمن لي ما بين لحييه يعني اللسان وما بين فخذيه يعني الفرج أضمن له الجنة فضمان من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ لسانه فاحفظوا ألسنتكم ودققوا جميعا في كل ما تقولون لأن الكلمة لأن الكلمة عليها معول إما بالخير وإما بالشر لما يبقى معايا مخالف أو أحد الناس غير منضبط ماذا أفعل معه وكيف أتعامل معه زي دايما أنا بقول القرآن بيقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة إذا عملني الغير بسوء خلق بسيئة بفحش ببذاءة أروح أنا كمان أرد عليه ببذاءة طب وقيل فرق بيني وبينه وبعدين دلوقتي الأسف عندنا ثقافة موجودة في المجتمع ثقافة خاطئة بالمرة اللي هو اللي عملك وحش عمله وحش اللي بصلك بعين بصله بعشرة علنها ربينا نحن منذ صغرنا اللي يضربك يضربه اللي اجتمك اجتمه ما تقدرش عليها الطوبة وابطحه مش دين هذه ليست بأخلاق الإسلام أخلاق الإسلام قالها الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة وإلا لو هو عملني وحش وأنا كمان عملت وحش بقيل فرق بيننا احنا الاتنين بقيلنا احنا الاتنين في دايرة مغلقة يا جماعة دا ربنا سبحانه وتعالى يقول لي سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو خوهرون اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى مع المخالف مع من قال أنا ربكم الأعلى ربنا سبحانه وتعالى يؤمر نبيين كريمين عظيمين جليلين أن يقول له قولا لينا أن يدقق في الألفاظ وهما يتعامل مع هذا الجبروت فرعون عليه من الله ما يستحق لذلك مسألة اللسان ومسألة الكلام كانت كفيلة يا جماعة إنها ادخل ناس الجنة وادخل ناس النار كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر إيه لدخلك النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين طالع مع اللي طالع ونازل مع اللي نازل يتكلم يعق يتكلم في أعراض الناس يا جماعة من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته في ناس بس قاعدة تنخرب وتدور وتفتش على أخطائك على المشاكل اللي عندك على الدفوهات اللي عندك ده ممكن يلزأ لك صور يلزأ لك مشكلة يقص كلام ويحط لك كلام مين اللي قال كده في أي دين هذا يا جماعة المسألة خطيرة جد خطيرة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا جماعة فعهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس يروي لنا هذه الرواية مات رجل شهيدا مات رجل شهيدا استشهد فالصحابة أعدين قالوا إيه هنيئا له الجنة مات شهيد كلنا طبعا عارفين أجر الشهيد وما له عند الله من جزاء فقالوا هنيئا له لقد مات شهيدا فقال لهم صلى الله عليه وسلم وما أدراكم علّه تكلم في يوم بما لا يعنيه يمكن في يوم من الأيام تدخل في أمر ليس من خصوصياته تدخل في أمر ليس من شؤونه علشان كده يقولون مات بعض الأكابر من الصالحين فبعض الناس شافوا في المنام قال له ماذا فعل الله بك يعني أنت من الصالحين ومن الأكابر ومن ماذا فعل الله بك أكيد الجنة قال له لا ايه النار مش معقول قال له والله إني موقوف موقوف مش عارف جنة ولا نار لسه لسه موقوف طب ليه قال له إني موقوف على كلمة قلتها في الدنيا قال له ايه الكلمة دي قال له قلت في ذات يوم ما أحوج الناس إلى الغيث والله أنا شايف المفروض أن ربينا ينزل مطر يعني أنا شايف أهو دا وقت نزول المطر يبقى المفروض ربنا ينزل المطر هو ليه المطر منزلش قلت في ذات يوم ما أحوج الناس إلى الغيث فقح سبني الله تعالى وقال لي أنا أدرى بمصلحة هباقبي أنا عارف أنا عارف أنا عارف أن هما دلوقتي محتاجين مطر ولا مش محتاجين مطر أن سيدنا وهذه الرواية في موطق سيدنا الإمام مالك أن سيدنا عمر يدخل فيلقي سيدنا أبو بكر بيقول هذا الذي أوردني الموارد بيحاسب نفسه على الكلام سيدنا أبو بكر الصديق فالعلماء قالوا ليه سيدنا يا سيدنا أبو بكر بيقول هذا الذي أوردني الموارد هو عمل إيه سيدنا أبو بكر هو قال إيه علشان خايف قوي كده وقافل على نفسه وبيحسب نفسه وهذا الذي أوردني الموارد إيه المشكلة إيه الكلام المخالف اللي قاله سيدنا أبو بكر أهل السير يعني لفتت نظرهم هذه الرواية قعدوا مسكوا سير السيدنا أبو بكر ودرسوا سير السيدنا أبو بكر إلى الممات قالوا لم نجد له كلمة يعتذر منها إلا أنه في ذات يوم قال لولده يا غنثر يا غنثر قالوا كانت هذه الكلمة كلمة عتاب لأن ابنه قصر في كرامة الضيوف فقال له يا غنثر قالوا هذه هي الكلمة الوحيدة وكأنها كلمة عتاب كلمة تحفيز كلمة يعني تقول لابنه لقد قصرت في كرامة الضيوف قالوا هذه الكلمة الوحيدة التي وجدناها في حياة أبي بكر الصديق يعتذر منها ويقول هذا الذي أوردني الموارد جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عقبة يقول لها رسول الله أنا بقى أعيز الخلاصة أريد النجاح ما النجاح يا رسول الله مش عايز بقى تعف في الدنيا ولا تعف في سكرات الموت ولا تعف في القبر ولا تعف في الأخرى أنا بقى أعيز ألقى ربنا كده وأنا عايز فوز عايز نجاح ما النجاح يا رسول الله قال له تخيل تخيل أول عامل من عوامل النجاح حضرتك أمسك عليك هذا خلي بالك من ده سب كم واحد النهاردة شتم كم واحد النهاردة جاب سيرت كم واحد النهاردة بصيت على كم واحد النهاردة وقلت هذه المرأة تمشي مشية بطالة يا أخي وما أدراك ما أدراك أنت أن تقع في أعراض الناس تقول فلان هذا مشي غلط وما أدراك فلان هذا سيرته كذا ابنه كذا زوجته كذا أولاده كذا بناته كذا يا أخي كفاية أمسك عليك هذا وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذه الثلاث هي عوامل النجاح في الدنيا وفي الآخرة يا جمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عيشة توصف كلام حضرته فتقول كان كلامه سردا صلى الله عليه وسلم يعني سردا يعني إذا أردت أن تعد كلام رسول الله لا استطعت عايز تعد كلام سيدنا النبي تقدر تعد كلامه وراه ورا حضرته عليه الصلاة والسلام لم يكن بكثير الكلام عليه الصلاة والسلام لذلك سيدنا أنس يقول كده تطبيق فعلي بقى تطبيق عملي خدمت النبي عشر سنين تخيل أممكن أتعامل معاك يوم اثنين أسبوع شهر وأنا بتصنع معاك أن أكون لطيف أن أكون إتيكيت أن أكون يعني كلامي منضبط أسبوع شهر سنة وهسيبك وامشي بقى بعد في الشغل أمنضبط بس هروح البيت لساني بقى أطول كده ما يفعش يا جماعة سيدنا أنس يذكر لنا مثلا حيا من حياة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خدمت النبي عشر سنين تخيل عشر سنين يعني يفرح فيها النبي ويغضب يحزن فيها النبي ويفرح مودو يتغير بشر صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يقول فما قال لي أف قط أف بس حرفين أف ما قال لي أف قط وما قال لشيء فعلت لما فعلت كذا ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم هذا هو التطبيق العمل لسنة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهج الكلمة والتدقيق فيه فما أجمل وما أحلى أن نتخذ سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة في هذا الصدد فاللهم أحفظ ألسنتنا بعض الناس يميع القضايا يميع العبارات والجمل فتكون الكلمة تحمل معنيين الكلمة تحمل على معنيين وهذا ليس من الصواب إذا أردت أن أتكلم أو أن أقرر أو أن أحدد أو أن أتوجه فلابد أن يكون كلامي محددا لا يحمل النجاة وقطع الرقاب في نفس ذات الوقت لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف الكلام أو ربطوا بالتقوى ألا أنا عايز القول السديد القول الايه السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا القول بتاعك يسد آه رايح تحل مشكلة سد آه رايح تقرر قرار معين سد كلام ليس بعده كلام كلام لا يحتمل الميوع ولا يحتمل الليون ولا يحتمل رأي ورأي آخر وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وربنا سبحانه وتعالى يا جماعة لما تكلم عن القول الحتى مع المخالف لازم تكلموا كلام طيب وكلام حسن وقولوا للناس حسنا لكل الناس للصغير والكبير والغني والفقير والمؤيد والمخالف والمعارض وقولوا للناس حسنا الكلمة الطيبة يا جماعة لها أثر طيب في النفس لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تبسمك في وجه أخيك صدقة مثلا قالوا لماذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة صدقة قالوا لأن الصدقة أو لأن الكلمة والبسمة تصنع في قلب أخيك كما تصنع الصدقة في قلب الفقير شوف كده لما تراضي فقير وتعطف عليه أدئي يكون مبسوط وسعيد وينشارح الصدر كذلك الكلمة الطيبة كذلك عندنا المسأل يقول الكلمة الحلوة سد في الدين يعني ربما بعض الناس له حقوق له حقوق عليه وأنا لا أستطيع أن أوفيه بهذه الحقوق ولكن ربما أكافئه بماذا بالكلام الطيب وبكلمات الحسنة والله حضرتك كالترخيرك حضرتك وإفت جنب كتير والله حضرتك مشكور والله أنا مش عارف أود جميل حضرتك فين يعني علشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ركز على مسألة القول هذه من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه به نعمل إيه خال فقولوا جزاك الله خيرا فإنكم ساعتها قد كافأتموه اللهم صلي على معلم الناس الخير يا جماعنا محتاجين نركز على الكلمة الطيبة محتاجين نعلم ولادنا إزاي يكون كلامهم طيب إزاي نربي أولادنا منذ الصغر على قولة الصدق وقولة الحق إزاي نربي نساءنا يا جماعة على الكلام الطيب والكلام الحسن إزاي جماعنا يا ربي فعلا الأسرة تطلع كلها ناشئة على الكلام الطيب يريد حتى نعلق نعلق كده ورقة في الأوضة على حجرة المنزل على باب الشقة يلا ننشر الكلام الطيب يلا ننشر الكلام الحسن لأن كل كلمة مكتوبة ومسجلة يقول الله في القرآن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت واقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم احفظ ألسنتنا من كل مكروه وسوء اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا سلما سلاما وسائر بلاد العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى اللهم على سيدنا محمد